قرعة دوري أبطال آسيا المشارك فيها نادينا السوري الجيش وإياز عثمان يتواصل مع تيتا ويخبره أنه سيأتي للمنتخب ولكن بشرط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم بشخباركم إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة معكم على ومن قناة على ويوتيوب بقناة هاي أنزل المحتوى رياضي سوري إذا أنتم مهتم بأذن المحتوى لا تستغطينا لايك الفيديو سبسكرا على القناة وخلونا نبلش بالفيديو بشكل رسمي وبعد القرعة التي تمت اليوم فإن نادي الجيش السوري سيواجه التعاون السعودي والفائز منهم يتأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا تحديدا في المجموعة الرابع دي والتي تضم كل من الدحيل القطري واسبيهان الإيراني وباختكور الأوزبك ورابع نادي هو الفائز من مباراة التعاون وممثل الوطن نادي الجيش وستقام المباراة هذه في الشهر الرابع شهر نيسان المقبل وتبدأ مباريات المجموعات من 7 إلى 27 من شهر نيسان القادم بالتوفيق لزعيم الكرة السورية ببطولة دوري أبطال آسيا والحمد لله عودة الكرة السورية في هذه البطولة العريقة بطولة دوري أبطال آسيا والمجموعة صراحة صعبة ولكن لا شيء مستحيل في كرة القدم ومجرد عودة المشاركة في هكذا بطولات قوية هو إنجاز بالنسبة للأوضاع الحالية للكرة السورية وللبلد بشكل عام الروح للخبر الثاني فبحسب الإعلام ناصر بكار وبعد التواصل مع والد اللاعب إياز وهو السيد حسين عثمان وهو وكيل أعمال إياز فإن تيتا تواصل مع إياز من أجل التحاقه بمنتخب سوريا وأن مدرب يونيوكس اليوناني أخبر إياز أن يخبر تيتا أنه إن لم يلعب إياز كأساسي مع المنتخب فلا داعي للالتحاق بالمنتخب السوري لأن لديه مباراة هامة مع النادي يوم 28 من كانون الثاني وبالفعل تم إخبار تيتا من قبل إياز بذلك وأجابه تيتا لا أستطيع أن أجزم إن كنت ستلعب أساسيا أم لا علما أن الكابتن غسام معتوق والسيد أسلان كنجو تواصلوا مع إياز مرة أخرى وأخبروه أنه من الضروري جدا تواجده مع المنتخب في معسكر الإمارات وأمام منتخب الإمارات وكوريا الجنوبية أما رأيي بهذه السال فالشغل مو على كيف مدرب يونيوكس إن شاء الله تيتا يحط إياز يجيب طابات للمنتخب مدرب يونيوكس إيش دخله في شيء اسمه أيام الفيفا داي وغصب عن أي نادي بالعالم ما يقدر يجبر أي لاعب على عدم التحاقه بمنتخب بلاده في أيام الفيفا داي إلا إذا كان اللاعب نفسه ما بده يلتحق مع المنتخب وأعتقد أنه إياز ما يعملها وسيسافر والد إياز حسين عثمان إلى اليونان لحال هذه القصة والمشكلة وإن شاء الله رح يكون إياز متواجد مع منتخبنا في معسكر الإمارات وفي مباراة الإمارات وفي مباراة كوريا الجنوبية هذا كان فيديو اليوم أتمنى تكونوا انبسطتوا أشوفكم عن قريب السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته